السلام عليكم وكنا في مناسبة سابقة وفي اجتماع سابق أيضا الحكومة والسيد رئيس مجلس الوزراء أكد كلاهما مسألة الإقرار بالنسبة لهذا القانون قانون الأبن الغذائي قانون يتعلق بتقديم خدمات أساسية للعراقيين ولذلك هو يحظى بأهمية كبيرة في النقاشات في مجلس الوزراء وأيضا لا بد من أن يحظى بأهمية كبيرة لدى مجلس النواب المؤقر الحكومة قدمت هذا القانون إلى مجلس النواب والآن ينتظر من المجلس أن يتخذ بشأنه القرار المناسب والتصويت المناسب نحن نعول كثيرا على هذا القانون ونعول على الإحساس بحاجات الناس في هذه الأيام هذا القانون يمكن الحكومة من إجراء أعمالها خاصة في قطاعات حساسة وأساسية تتعلق بالحاجات الأساسية للعراقيين وأيضا تتعلق بخدمات الكهرباء الأساسية ونحن نقترب من الصيف ولذلك من المأمول بالنسبة للحكومة أن يحظى هذا القانون بالتصويت السريع في هذه الفترة ودون تغييرات لأن الحكومة عملت عليه بما يلبي حاجات الناس في هذه الأيام الصعبة إذن منتظر من مجلس النواب وسيد رئيس مجلس الوزراء والحكومة يؤكدان على الدوام أننا ننتظر من مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته في هذه الفترة التي يواجه فيها الناس الصعاب فيما يتعلق بالخدمات الأساسية خاصة في ظروف الحرب الروسية الأوكرانية أيضا فيما يتعلق بالكهرباء حضر اليوم سيد وكيل الوزارة الأستاذ عاد الكريم وفي كل مرة يحضر إلى مجلس الوزراء يبين حاجات وزارته للدعم المالي لكي يقوم بالخدمات الأساسية فيما يتعلق بالصيانة وغيرها واليوم تقدم سيد وكيل الوزارة إلى مجلس الوزراء بطلب دعم مالي ومقداره نصف تريليون دينار وتتولى فيه وزارة المالية هذا التمويل إلى وزارة الكهرباء من أجل ديمومة عمل المحطات الكهربائية وكذلك معالجة الاختناقات وكل هذه التدابير إنما هي استعداد لصيف العام هذا نحن في كل عام نحاول جاهدين أن نوفر الطاقة الكهربائية للمواطنين ونعلم جميعا حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة جميعا حقيقة في هذا الموضوع ولذلك نحن نستعد منذ فترة لهذا الصيف في القطاع الصحي كان هناك قرار من مجلس الوزراء بتخويل السيد وكيل وزارة الصحة الدكتور هاني العقابي صلاحية التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة وسفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد تتعلق بمنحة لمستشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني هذه المستشفى سعتها أكثر من 200 سرير والآن هناك صلاحية لوزارة الصحة في أن تبرم هذا الاتفاق مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة للعراقيين فيما يتعلق بتوفير الخدمات الصحية فيما يتعلق بوزارة التعليم أيضا كان هناك قرار اليوم خولت فيه وزارة المالية صلاحية التوقيع على اتفاق مع البنك الدولي يقضي هذا الاتفاق بحصول العراق على منحتين تتوجهان إلى الخدمات التعليمية المنحة الأولى مقدارها 5 ملايين دولار وتتعلق بمعالجة مشكلات الخريجين وربطهم بسوق العمل بمعنى هناك ستكون بهذه الأموال بهذه المنحة مشاريع تربط الجامعات بأسواق العمل المتوفرة مما يفضي في الأخير إلى محاولة توفير فرص عمل للخريجين الجدد والمنحة الثانية ومقدارها 10 ملايين دولار من أجل التعليم في المحافظات العراقية خاصة تلك المحافظات التي تعاني من تدني مستويات التعليم فيها هذه المنحة هي محاولة لتعزيز الممارسات التعليمية التي تتعلق بأصناف من المدرسين أو من الخبرات ومن الحقول هي تتوجه بالتحديد إلى معلمين الرياضيات واللغة العربية وبالتأكيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رصدت مواطن الضعف في هذين التخصصين الرياضيات واللغة العربية وهي تحاول أن تتخطى هذه المصاعب وهذه النقاط نقاط الضعف هذه بعبر هذه المنحة أيضا فيما تعلق بجرح التظاهرات تعلمون كان هناك قرار سابق لمجلس الوزراء يقضي بمعالجتهم خارج العراق اليوم صوت مجلس الوزراء على أن تتولى وزارة المالية تمويل مليار ونصف المليار لمعالجة هؤلاء الجرحى خارج العراق وهو أمر جاء تنفيذا لقرار سابق لمجلس الوزراء أخيرا الخارجية اليوم عرضت فكرة إعادة التمثيل الدبلوماسي في جمهورية فيتنام وكان هناك قرار لمجلس الوزراء بإعادة هذا التمثيل ليكون تمثيل مقيم ومعه إعادة فتح السفارة العراقية في العاصمة الفيتنامية هانوي شكرا جزيلا